أحداث جديدة وحقائق صادمة وآخر مستجدات عالم بوليوود نجمة بوليوود السابقة سنخان تؤدي مناسك العمر في مكة إلى جانب زوجها المفتئناس ومقتطفة حصرية من رحلتها المقدسة إصابة نجم بوليوود تيكا شروف تجعل جميع يتسأل عن السبب هل بالفعل تعرض تيكا شروف للاعتداء وما هو التوضيح الذي قدمه لمعجبها خبر انفصال نجمة بوليوود سوشمت سن عن حبيبها الشاب رهما شاول يثير فضول جمهور الهندية ما السبب الحقيقي وراء انفصال سوشمت سن وما تعليقها على ذلك وإذا كنتم من متابعي أخبر نجوم بوليوود لا تنسوا دعمنا بوضع لايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد وتابعونا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك والانستغرام وشاركونا برأيكم واقتراحتكم في خانة التعليقات وإليكم التفاصيل بعد سنوات من الهجوم والانتقاد الذي تعرضت له نجمة بوليوود سوشمت سن البالغة من العمر 44 عاما بسبب علاقتها الغرمية بعرض الأزياء رهما شاول الذي يبلغ من العمر 29 سنة أعلنت رسميا خبر انفصالهما إذ أبلغ مصدر مقرب من الثناء لصحيفة تايمز أن سوشمت سن قطعت جميع العلاقات مع حبيبها رهما بعد علاقة حب دامت لأزياد من ثلاث سنوات فقد غادر رهما منزل سوشمت ويقطن حاليا مع صديق لها إذ انتقلت سوشمت السن إلى حسابها الشخصي على الانستغرام لتوضيح حقيقة ما يحدث إذ قامت بنشر صورة لها برفقة رهما وعلقت قائلتان لقد بدأنا كأصدقاء وما زلنا أصدقاء وانتهت العلاقة لفترة طويلة ويبقى الحب فقد أثار هذا الخبر فضولا جمهور وأصبح الجميع يتسأل عن السبب الحقيقي وراء هذا الانفصال وفتح مجال أمام العديد من التنبؤات والإشاعات لا أسس لها من الصحة إذ أكد البعض أن الفجوة العمرية التي تفصل بينهما أثرت على علاقتهما في حين اعتبر البعض أن انفصالهما شيء متوقع لأنه من حق رهما أن يوعد فتيات أصغر منه سن ومن المرجح أن تكون الخيانة هي السبب الحقيقي وراء انفصالهما ولكن لحد الآن لم يعلن الطرفين السبب الرئيسي وراء ذلك لقد تدولت مواقع التواصل للجمعية الصورة لنجم بوليوود تايكا شروف يظهر فيها بعين منتفخة وكدمات زرقاء على مستوى العين وتسأل الجميع عن السبب الإصابة وهل بالفعل تعرض تايكا شروف للاعتداء ليخرج النجم بصوضح مباشر لما حدث إذ أكد بأنه تعرض لحادث أثناء تأديته لحركات غيادية أثناء تصويره لفيلمه القادم كما أكدت صحيفة بينك فيلا حصريا أنه من المرجح أن يلعبان جم بوليوود أميتا باتشان دور والد تايكا في الفيلم وسيتم تصوير الجزء الأكبر من الفيلم في المملكة المتحدة وقد وصل كل من تايكا وكريتي سانون إلى لندن لأداء أدوارهم البطولية في الفيلم ومن المتوقع أن يستمر التصوير لنحو شهرين نجمة بوليوود السابقة السنخان التي أعلنت اعتزالها أمام جميع واختارت ارتداء الحجاب والتقرب إلى الله بدلا من حياة المجون والأضواء وازدادت شهرة ونجومها بعد زواجها من المفتي أناس فهي دائما ما تشارك معجبها تفاصيل حياتها الشخصية على حسابها الرسمي على الأنستغرام الذي يصل حاليا عدد متابعها إلى أكثر من أربعة مليون متابعة اتفاجأت معجبها يوم الاثنين بخبر وصولها إلى مكة لأداء مناسك العمر برفقة زوجها وقامت بمشاركة العديد من مقاطع الفيديو تتضمن تفاصيل رحلتها الدينية وكتبت معلقة اللهم اغفر لماضينا وغير مستقبلنا إليكم هذا المقطع تطراب أعليم ستشارك سووه ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر